اشتركوا في القناة اختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع سيدي أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته في الدارين آمين الحديث السادس والعشرين حديث جواز التحرز من حر الحصباء في السجود احنا عارفين طبعا ان مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا بالسجاد ولا بالمكت ولا بالحصير ولا بحاجة خالص بل كان مفروشا بالحصباء يعني أرض وعليها شوية ايه؟ شوية حصة الحصباء ليه الحصة؟ وكان يتعرض للشمس طبعا لانه كان حتى الجزء المثقف في مسجد النبي جزء بسيط وبقيت المسجد مسجد هوائي كده منه للسماء وحر المدينة حر شديد فكان احيانا لما ييجوا يصلوا في صلاة الظهر يبقى الحصباء دي يعني لا يتحملها جباة الانسان من شدة الحرارة فالانسان في الحالات اللي زي دي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يضع جزء من ثوبه يعني قطعة كده قماش يسموها ايه؟ يسموها الخمرة النبي كان ليه حاجة اسمها الخمرة كان النبي ايه يشيلها؟ عارف انت المصلية الصغيرة اللي على قد ايه؟ على قدر جبهتك هي دي بقى يعملنها على قدر خمرة الحبيب صلى الله عليه وسلم كان عنده كده برضو قطعة قماش اسمها الخمرة يضعها على قدر الوجه الشريف عشان ما ييجي يسجد يسجد عليها صلى الله عليه وسلم ودي يسموها ثوبه لان اي حتة قماش انت شغيلها معاك اسمها جزء من ثوبك مش تبت تبقى متصلة بثوبك يعني لو عندك منديل قماش حطه في جيبك وطلعته اسمه ثوبك برا فكان النبي ايه؟ يتقي الحصباء دي أثناء السجود ويضع ايه هدي الخمرة او جزء من هذا الثوب وكان الصحابة لما شافوا النبي يعمل كده بقوا يعمله زيه لان الصحابة كانوا يسارعوا في تقليد النبي في كل احواله صلى الله عليه وسلم لان افعال النبي سنة كما ان اقواله سنة وتقريراته سنة فحنتكلم هنا في الحديث ده حديث جواز التحرز من حر الحصباء في السجود وطبعا يوفر من كده ان دي صلاة الظهر لان تملي الشمس بتبقى قوية في صلاة الظهر العصر طبعا بتكون الدنيا هديت وايه؟ والمغرب والعيشة والفجر بتبقى طبعا مفيش حرارة شديدة في الارض بإسنادنا المتصل عن مشيخنا جزاهم الله عن خير للامام البخاري في صحيح بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضعوا أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود يبقى ما بيقول كنا بنعمل كده في عصر النبي معنا أن النبي اطلع على ذلك وأقرهم يبقى سموه سنة تقريرية طب وهم عملوا كده ليه؟ لأن شافوا النبي بيسجد على الخمرة اللي قلتلك عليه في واحد ايه؟ بياخد العلم كده من القراءة ما بيقراش على المشايخ فمرة بيقر على المشايخ فبيقول له ايه؟ وقال سيدنا رسول الله لسيدتنا عيشة ناوليني الخمرة قال له الخمرة يا ولا الخمرة يا والد هذه فايدة القراءة على الشيخ يوم التاني اللمد اللمد يعني مجادل يقول له ما كان قبل التحريم حاجة غريبة هو النبي شرب خمرة أصلا قبل التحريم يا والد النبي وأجداد النبي لم يشربوا خمرة أصلا واخد بقى لك ولم يسجدوا لصنم قط ولم يزنوا قط ولم يلعبوا قمار قط النبي وأجداده لحد ده ابونا آدم فهمت ازاي؟ فازاي ايه؟ عشان تعرف فايدة القراءة على الشيخ دي مهم ما قوي فهو ايه؟ الحديث فيه ناوليني الخمرة أراها ناوليني الخمرة شو ضم الخاء بس تفه فناخد بالنا انك انت تحضر الدروس على العلمة علشان نفس الرواية دي اللي بيرويها الشيخ ليعلمك ازاي تقرى الحديث فالمهم هم طبعا شافوا الحبيب صلى الله عليه وسلم عنده ايه؟ الخمرة دي قطعة صغيرة من القماش كده على قدر جباتي الشريفة كان يضعها يسجدوا عليها حتى يتقى الحصباء ويتقى كمان الطين لانه لما بينزل مطر كان يخترق المطر عارف انت سقف مسجد النبي كان بزعف نخل زعف النخل ده المية تخترقه وتقتر ايه؟ في ارض المسجد فالمسجد يبقى عليه طين فكان النبي ايضا يتقى بالخمرة دي انه يسجد في الطين حتى انه اقيل في الحديث بتاع ليلة الادر ورأيته نفسي في صبيحتها يعني صبيحة ليلة القدر اسجد في ماء وطين يعني الدنيا حتمطر فيها فقالوا انه ايه؟ كانت ليلة 21 وقيلة ليلة 23 يعشان كده الامام الشافي عنده نيلة الادر ليلة 21 او ليلة 23 بناء على هذا الحديث يبقى النبي صلى سؤال ان كان يضع دي الخمرة فالصحابة لما شافوا النبي يعمل كده عملوا زيه والنبي اطلع عليهم خد بالك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة ايه؟ استقيموا وهو مديهم ظهره كده هو امام مديهم ظهره استقيموا فاني اراكم من وراء ظهري فانه لا يخفى علي شيء من اعمالكم فالنبي كان يرى من خلفه كما يرى من امامه فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي بيوم وما بيعملوا الحركة دي ويحطوا سوبهم عشان يسجدوا عليه اطلع عليهم ثم لم ينهاهم يبقى قرهم يبقى فعله جائز فهمت بقى ازاي؟ ادي ادي طريقة استنباط الاحكام عشان كده الصحابة ما يقول كنا نفعل في عصر النبي ياخد حكم المرفوع ياخد حكم المرفوع للنبي على طول اللي انه اقرار نبوي فهمت؟ وبعدين هنا نقطة تانية انك انت مطلوب عليك انك انت تحمي وجهك من الازى مش تقول العبادة بقى وتستحمل عشان تحرق جبهتك يعني علشان لا ربنا سبحانه وتعالى لم يكلفنا ليشقينا شوف ربنا بيقول للنبي ايه ما انزلنا عليك القرآن لتشقه الا تذكرة لمن يخش ربنا لا يحب منا اننا نعزب انفسنا وبالتالي النبي امرنا صلى الله عليه وسلم اننا نرحم انفسنا ونرحم غيرنا يقول يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن في الارض داخل فيها انت نفسك انت ترحم نفسك بنفسك فما تكلفش نفسك فوق طاقتك ولا تؤذي نفسك حتى من اجل العبادة النبي ما يفرحش بيك ولا ربك حيرضى عنك لما تؤذي نفسك من اجل العبادة فهمت بقى؟ فكل ده يدلك على هذا الحديث الكريم ايه؟ ان الصحابة بيقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الجماعة فيضعوا احدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود الامام الشافعي له حركة لطيفة بيقول ايه؟ ان لا يجوز السجود على الثوب اللي بيتحرك بحركة المصلي فهمت؟ وإلا بتبقى انت ما سجدت السجود كامل السجود الكامل اني جبهتك تلمس الارض لكن لو سوبك بيتحرك بحركتك فهمت؟ يعني افرد مثلا وانت بتصلي فعندك كمك واسع كده روحت انت فارد الكم الواسع بتاعك وسجدت عليه بس ده لما بتقف بيتحرك بحركتك عند الشفعية هذا السجود باطل فإياك ان تسجد على سوب يتحرك بحركتك ده مذب الشفعية كده الملكية اجازه يعني الشفعية عشان كده لما يجي يبقى لابس عمامة لازم يبقى نبين جبهته لكن لو لبس العمامة وغطى جبهته كده وصلى على الجداء تبقى صلاته عند الشفعية ايه؟ باطلة وصحيحة عند الملكية وعشان كده الخلاب بين المذاهب رحمة فانت لو شفعي ووجدت واحد مثلا بيسجد وبيسجد على كورة العمامة بتاعته ما تقول له صلاتك باطلة لان في مذهب يغيزها لكن الخروج من الخلاف مستحب يعني احنا نقول ايه؟ انك انت حاول تسجد على جبيتك بغير حائل ايه؟ بينك وبين الجبهة بقطعة سوب تتحرك بحركتك احنا ساعتنا بقى لابسين الكارفاتة الرجالة مثلا وتلاقي كارفاتة نايمة قدامك كده وانت بتسجد تروح ساجد على الكارفاتة الكارفاتة تيه بتتحرك ايه؟ بحركتك مش كده؟ يبقى تسجدش عليه الشفعية يقول لك ايه؟ ايه هو عتسجد عليه تتحرك بحركتك الخروج من الخلاف مستحبي يا جماعة الخير لكن لو واحد سجد على ايه؟ على كارفاتته قدامك جنبك باخر الصلاة ما تقول له شعيد صلاتك لكن قل له بعد كده ان المذهب الشفعية قال تسجد على شيء يتحرك بحركتك من ثوبك فخروج من الخلاف ما تعملش كده تاني لكن صلاتك صحيح على مذهب ادي ميزة بقى ايه؟ مقرعات الخلاف في المذهب يعني انك انت ما تبطلش اعمال غيرك وتقرق وتخلي الناس كلها تمشي على وجهة مذهب الحاجة التانية في الحديث ده تدلنا على ان الحركة لمصلحة الصلاة القليلة ليست مكرورة يعني علشان حيفرش ثوبه ويجي يسجد معناه حيعمل حركة زائدة تقيمت بقى فالحركة الزائدة دي طالما لمصلحة الصلاة ايه؟ ايه لمصلحة الصلاة انا اسجد على ثوبه؟ ان انا حزيل التشويش اللي حجيلي من حرقة جبهتي بانا لو جبهتي حرقتني فبدل ما هيبقى مخي في الصلاة والذكر هيبقى مخي في جبهتي اللي بتوجعني تقيمت بقى ازاي؟ وبالتالي حخرج من الخشوع وبالتالي الحركة البسيطة داخل الصلاة لازالة التشويش زي تنش دبانة او عايز تهرش في خدك او شيء من هذا ده لا يبتل الصلاة ولا وليس مكروها ما لم تكن حركة بقى فحشة يعني بحس انك انت ايه اللي يشوفك من بعيد يقولك ده ما بيصليش فدي نقطة مهمة اننا نفهم من هذه الاحاديث هذه الاحكام الفقهية لان اكتر عبادة بتعملها ايها المسلم وحتقبل بها ربك يا الصلاة اكتر حاجة بتعملها شو بتصلي كل يوم سبعتاشر ركعة فريدة وبتصلي سبعتاشر زيهم نافلة وكده طول عمرك يعني انت حتصلي اكتر ما حتاكل وتشرق واكتر ما حتنام وتلبس في يوم تبقى وبالتالي تهتم بصحة صلاتك لان دي اكتر عبادة حتقبل بها ربك فنسأل الله ان يفقهنا في امور ديننا وان يتقبل منا اعمالنا ويرزقنا حسن الاتباع مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلف النبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا للفاصل الثاني في هذا الحديث المبارك الذي يقول فيه سيدنا انس بن مالك كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضعوا احدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود يد قليل انه هو كان يتحرك حركة بسيطة عند كل السجود فيضع ثوبه ليسجد عليه وثوب يعني قطعة قباش لا يشترط ان تكون ثابتة فيه او متحركة بحركاتك كويس يعني ممكن يكون ثوبه طويل ايه او طرف العمامة مثلا طويل ما بيتحركش فيه ناس عمامتهم بتبقى طويلة اول ان كان مكروه لكن فيه ناس بتبقى عندها حاجة زيدي ومن هنا دخلت ايه فكرة ان ايه بقى ان نصنح حاجة اسمها سجادة الصلة يعني الوقت سجادة الصلة دي بقى يعني تجارة رائجة وصناعة رائجة وبتباع ولها اصل في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ما يسجد عليه احنا بقى زودناها شوية وخلناها سجادة كاملة بحيث تقف عليها وتصلي عليها لان حدود السجادة دي كمان فيها لطف جميل ان هي بتحدد الاماكن اللي الانسان ما يمشيش فيها فانت خارج حدود السجادة ممكن تتحرك وواحد بيصلي يعني جاي اصبحت سجادة الصلة دي كان هي الحاجز اللي بيقولك ما تمشيش امامي في حدود السجادة دي خارجها امشي فبتؤدي وظيفة اخرى مكان السترة التي كان يدعاها النبي صلى الله عليه وسلم امامه حتى لا يمر احد بين ايدي المصلي اتكلمنا على ان الحركة في داخل الصلة التي تؤدي الى ازالة التشويش غير مكروه جائزا طب هل لها حد ام لا الشفعية قالوا اكتر من ثلاث حركات متتالية تبطل الصلة وبالتالي اعمل حركة تكون اقل من ثلاث حركات يعني مثلا افرد ان انا قدامي وانا بصلي كده جماعة لقيت ان الصف اللي امامي في فرجة وانا نويت الصلة خلاص والمفروض ان انا ما اتحركش في الصلة بقى بس امامي فرجة ومصلحة الصلة ان انا اسد الفرجة دي مش كده برضو ففي الحالة دي اعمل ايه اخطو خطوتين الشفعية اعملوا كده يخطي خطوتين ويقف وبعدين يخطي خطوة تانية ويسبك في المكان الفرجة لكن ما يخطيش ثلاث اربع خطوات ويمشي كأنه بيتمشى تقيمت ازاي طيب لو تمشى المسافة دي كلها عشان يوصل والمسافة بينه وبين الفرجة دي في الصف اللي امامه ثلاث خطوات وسعت بأربع خطوات في الاماكن اللي بيخلوا الصفوف فيها متبعدة عند الملكية جائزة لو زادت عن ثلاثة طالما لمصلحة الصلة لان الملكية محددوش حد معين لعدد الحركات اللي تبطل بها الصلة قال الحركة اللي تبطل بها الصلة هي التي يراك الانسان اللي خارج الصلة يقول ده مستحيل بيصلي يعني حركة بقى في حشة مسلا واحد بيعد فلوسه مسلا طلها فلوسه قاعد يعدها اللي بيشوفهم بعيد ده مشا او واحد مسلا ايه بيفك كربطة ويربطها او مسلا بي ايه بيزرر زرائر الاميس وعنده في الاميس بتاعه عشر زرائر حركات في حشة دي فما فيش دعي انه يعملها الانسان وهو بيصلي عشان كده النبي علمنا صلى الله عليه وسلم ان هنا في الصلة ايه نحبس ايدينا ونحط اليد اليمين تمسك اليد الشمال ونحطها على ايه على صدرنا او على اعلى البطن او على القلب ايه ليه علشان تبقى حبس ايدك من الحركة فهمت بقى مش سايبها كده منطلقة بحيس ايه تتحرك كيف شاء والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا كمان ان هنا نصلي مختصر يعني ايه يعني انك انت ما تيجي تصلي تحط ايدك في خسرك كده في وسطك يعني لان دي وقفة لا تعليق انك انت تؤديها مع الله عز وجل فهم لكن لو سبت ايدك جنبها كده اسمها اسبال اليد او اضعتها اليومنا على اليسر فالنبي كان احيانا لما تطول به الصلاة ينزل ايده شوية ويقبل ايده شوية على حسب طول الصلاة وقصرها فهذا جائز وبالتالي الانسان يتجنب كسرة الحركة في الصلاة التي لا تليك نفهم من هنا كمان ان يستحب ان الصفوف في الصلاة تبقى غير متبعدة تباعد شديد ليه بقى عشان تعين الانسان ان يسد الفرجة الامامه دون ان يتحرك حركة في عيش فهم لكن لما اعمل انا الصف وبيني وبين الصف التاني عشرة متر زي ما بنشوف بعض المساجد كده هتخليني وانا بصلي وقدامي فرجة هستحي ان انا اروح هستدها لان هستحي ان انا امشي عشر خطوات صح ولا لا فحتضطر لما كنت تستمر في صلاتك بالرغم من الصف اللي امامك فيه كراها وهي الفرجة وحتمنعك من ايه من عبادة حلوة ان النبي بيقول ايه من وصل صفا وصله الله شفت بقى وبالتالي يجب على المسلمين في المساجد ان يبقى الامام بينه وبين القبلة على قدر سجوده ما يقفش في نص الجامع ويسيب الجامع كله قدامه زي ما بنشوف ويقف ايه في الصيف يعني يقف الامام في نص الجامع الخلفي والناس يصلي واضح والنص الامام يسايبوا ليه النبي كان محرابه صيفا وشتان هو هو ما عندهوش مقا محراب صيفي ومحشف شتوي صح ولا لأ فللأسف انتشرت الحكاية دي تروح المساجد الكبيرة الوسعة تلاقي الامام في صلوات غير الجمعة عمله قبلة كده ايه في وسط الجامع والناس يصلي وراه ومقدم الجامع كله سايبين وفادي اهي دي سنة انتشرت بين الناس وهي مخالفة لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ليه بقى لانه بيؤدي اولا ان مساحة الجامع المخصة للصلاة دي اقت لان المشكلة اصلي يقولك استانا ما بيصليش وراي في الجامعة الا يده بصفة او اتنين ليه نزنق نفسنا وجوه هناك والمنبر بيقطع الصف مش دي الحجة بتاعتهم اولا المنبر لا يقطع الصف عند كل العلماء المنبر لا يقطع الصف وجنبه كده وجنبه كده والمنبر لا يقطع الصف واخد بالك الحاجة التانية ان المسجد بيمتلق بالملائكة وبمسلم الجن خد بالك ان مش مش الانس بس اللي بتصلي معاك ايها الامام في المسجد بتاعه ده مليان ملائكة ومليان مسلمي جن بيصله خلفه كنت مش شايفه فلما تقلل مساحة المسجد الملائكة كلها هتيجي تصلي وراك هتخلي الجزء الامامي ايه للمسجد مهجور يبقى انت كده قللت بركة المسجد وعلشان كده الامام يصلي في محرابه صيفا وشتاء المحراب اللي يصلي في الجمعة هو اللي يصلي في الفرائد العادية هي كان النبي بيعمل كده صلى الله عليه وسلم كانش ليه يعني ايه يتراجع ثانيا يبقى المسافة بين الامام وبين الصف الاول بقدر المسافة اللي بين الامام وبين محرابه كمان عشان يبقى فيه تناسق والمسافة اللي بين الصف الاول والتاني نفس المسافة اللي بين الصف الاول والامام تلاقي الصفوف متناسقة كده قرب المسافات دي هيؤدي الى وظائف مهمة للصلاة انك انت لو خلف الامام والامام عايز ايه حد يستفتح عليه يذكره بآية هيذكره بصوت خفيد يسمعه انما لو بينك وقال الامام عشرة متر والامام نسي وعايز تذكره هتعل صوتك هتفقد خشوع الصلاة تهمت بقى وقال لا يسمعك الامام لطول المسافة الامام ممكن يحصل له اي طارق ينتقد ودوقه مسا وعايز ايه يروح يجدد ودوقه ويستخلف غيره فالغيره ده لما يبقى يدوب خطي خطوتين يبقى في مكان الامام سهل عليه غيره ما يخطي عشر خطوات ويقف في مكان الامام لان المسافة طويلة يبقى ايه واجب علينا يا جماعة الخير اننا نراعي تقارب الصفوف وتقارب الامام من محرابه لان هذا يؤدي الى الخشوع لان طول المسافة اللي امامك تؤدي الى ايه الى التشويش عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم امرنا اننا ايه يكون نظرنا موضع السبود هنا بقى الحديث ده مهم جدا وفي ايه ان هم كانوا بيتحركوا حركة لمصلحة الصلاة والنبي ايه اطلع على دي الحركة واقرهم عليهم حتى ان برضو ورد حديث ان في واحد من الصحابة لما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وراكع فرح ناوي من اول ايه من اول باب المسجد ناوي الله وقع عشان يدرك الركع عايز يدرك الركوع خلف النبي فراكع هو على باب المسجد وفدل ماشي وراكع لحد ما حد للصف الاول وهو كان الصحابي ده كان ايه كان وزنه تخين كده فنفسه عالي فالنبي سامع ده كله فقال له النبي بعد الصلاة ايه زادك الله حرصا ولا تعد شوف النبي ده عاله لانه اللي خليه يعمل كده حريص انه ايه ما تفوتوش الركع لكن في نفس الوقت تحرك حركة كتير وارهك نفسه ومشي زي الركع والمشي دي ما تلكش بايه بالادمي لان انت ماشي كده كأنه بعير بقى ماشي والنبي كان صلى الله عليه وسلم يحب ان الانسان يبقى مكرم نفسه فقال له ايه زادك الله حرصا ولا تعد وما قالوش عيد الصلاة بالرغم كسرت ايه الخطوات ومن هنا استدل بعض العلماء ان كانت حتى الحركة كثيرة لمصلحة الصلاة تصح الصلاة ولكن لا تعود اليها مرة اخرى بحيث انك حاول انك تتنوي الصلاة وانت قريب من الصف والله تعالى اعلى واعلم والفصل القادم ان شاء الله اجابة الاسئلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا مرة اخرى في الفصل الاخير في هذه الحلقة مع اسئلة الحضور ورد الينا سؤال يسأل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله بي خيرا يفقه في الدين فبيسأل هل انا لو كنت لست فقيها في الدين يبقى ربنا لم يرد بي خيرا وهل المطلوب مني انني اتفقه في الدين وانا لست متخصصا في علوم الدين بل انا ربنا اقامني في مجال اخر غير مجال علوم الدين فالاجابة كالآتي المقصود يفقه في الدين يعني يعلمه ويفهمه الدين بالصورة التي تصحبه عبادته ويصحبه اعتقاده فيكفي الانسان انه هو يفقى في الدين يعني يفهم الفهم الصحيح لكيفية اداء العبادة كالوضوء يعرف ازاي توضى كويس وازاي يستنجي كويس يعرف النجاسات عشان يتجنبها في السوب والبدن والمكان عشان تصحي صلاته يعرف حدود عورته ايه عشان يسترها يعرف ازاي يصلي وايه اركان الصلاة وايه الحاجات التي لو سهى فيها ايه يجبرها بسجود السهو وايه الاشياء التي لو سهى فيها تبطل صلاته يبقى يعرف الحاجات دي كلها والحاجات دي سهل تعلمها لكل مسلم مهما اختلف تخصص لكن مش مطلوب ان كل مسلم يكون متفقه في الدين يعني دارس وعلوم الدين دراسة تجعله زي شيخ الازهر مثلا او عالم من علماء الازهر مش مطلوب هذا يعني فيه انك طائفة تقوم بدراسة الدين تفصيلا يبقى عارف خبير في علم المواريس خبير في علم العقائد خبير في الفقه على المذاهب الاربعة خبير مثلا في اصول الدين في قواعد الفقه دي كلها فروض كفاية اللي يقوم بها يسكت على البعض لكن المسلم العادي عليه انه هو يتعلم من الدين الامور اللي بيها تصلوا عبادته يتعلم ازاي يبقى مخلص لله ازاي تبقى عبادته خالصة لله يتعلم ازاي يبقى متواضع يتعلم ازاي يبقى بيحب الخير للناس يتعلم ازاي انه هو يعذر الناس ويتمنى ليهم الخير كما يتمنى لنفسه يتعلم انه ما يحسدش حد وانه لا ينظر لما في يد الاخرين ويقرع بما قسمه الله يتعلم وضوء صحيح ستر عورة صحيح صلاة صحيحة صيام صحيح لما يجي حج يتعلم ازاي يحج حج صحيح وهكذا لكن افرد ربنا ما وسعش عليك في المال مش مطلوب انك انت تتعلم الزكا لان الزكاة دي للاغنياء طالما انت ربنا ما عدلكش اموالك كتيرة مش مطلوب انك انت تتعلم ايه احكام الزكاة ربنا ما اقمكش في التجارة في الاسواق مش مطلوب تتعلم ايه كيفية البيوع والبيوع الباطلة والفاسدة واحكام الريبة والحاجات دي كلها ايه تسأل فيها بقى لما تيجي تتعرض ديها هتسأل فيها فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لكن الفقه الدين هو الفهم الذي يؤدي الى التدين الصحيح اعتقادا وسلوكا وعبادات متكررة بحيث تعملها بطريقة صحيحة اصوم اصوم صيام صحيح اصلي اصلي صلاة صحيح فالفقه هو ايه هو الفهم العميق المطابق للشرع الشريف بحيث ان انا ما كنش عابد جاهل اعمل صلاة بطلة سنين طويلة وفين لما كتعلم الصلاة اقول يا ريتني كنت تعلمت من عشرين سنة لانا كنت بصلي من غير مبنوي لانا كنت بصلي وما بقولش بسم الله الرحمن الرحيم في الفتحة لان عند الشفية عنده بسم الله الرحمن الرحيم دي ضرورية لانها قاية من الفتحة ويجي يلوم نفسه لأتعلم وعشان كده قالوا ان العلم يسبق العمل واخد بالك العلم يسبق العمل فانا اسأل الله ان يوفقهنا في الدين وان ينورنا بامور ديني فيه سؤال تاني بيقول ينفع واحد من الناس ياخد الطريقة عن طريق النت ويكون شيخه في دولة وهو في دولة اخرى هو اولا علشان تاخد الطريقة او تاخد الارشاد من شيخ عن بعد لازم تتأكد ان اللي قدامك ده مش فوتو شوبينج والوقتي بقيت حاجات فوتو شوبينج كتير ده ممكن يجيب صورتي وصوتي وانا ما قلتش الكلام بعد الزكاء الصناعي هتبص تلاقي مش هتعرف تفرق بين الحقيقة والخيال والله هنوصل لمرحلة هتبقى فنتها الخطورة لكن لو فرد انك انت متأكد ان ده الشيخ هو فعلا ده وان ده صوته وان ده مش فوتو شوبينج وانك انت لما بتسأله بيجاوبك يعني ايه يعني فيه نوع من الاتصال ولو عن بعد لك ان تأخذ الطريقة منه عن هذا الاسلوب وانك انت تتابعه وان المتابعة بتبقى متابعة روحية مش متابعة من قرب مكان يعني يعني انت طالما ربطت روحك بروح الشيخ وهمتك بهمته هتبص تلاقي فيه كده اتصال قلبي بينك وبينه ولو هو في امريكا وانت في مصر زي ما احنا فيه اتصال قلبي بيننا وبين النبي وبيننا وبين النبي الف وروح مئة سنة صح ولا لا فيه اتصال قلب ولا ما فيش فيه اتصال قلب لان العلاقة كلها علاقة روحية مش جسدية ومسافات العلاقة بينك وبين الشيخ علاقة روحية لا يقطعها الموت ولا تقطعها المسافات البعيدة لان حتى الشيخ بيموت وبيفضل مدده اللي مريده تهمت ازاي احنا عارفين ان الواحد مهما مات ابوه اتصاله وبابوه لسه موجود صح ولا لا الشيخ ده ابوك من حيث الروحاني فزي ما ابوك بيفضل ابوك وهو حي وميت الشيخ ده حيفضل شيخك وهو حي وميت لان الموت ليس فناء بل الموت انتقل لحياة أرحب فهو ايضا في حال موته احيا منه في حال حياته وده اعتقاد المسلمين في الموت انه انتقل الى حياة أرحب وبالتالي يجوز بس بشرط زي ما قلتلك ان احنا في زمن الزكاء الصناعي ده ايه ممكن تنعيشك مع شيخ وهمي واخد بالك وتلاقي نفسك ايه بيتتبع شيخ لا وجودة له فنسأل الله ان يسلمنا والافضل انك انت لو خدت الطريق عن طريق النت انك تحرص ولو مرة في العمر تسفر له وتقابله مقابلة شخصية كده كل ده يكون احسن وامكان وربنا وفقنا ووفقكم لمن يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى